بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله نستكمل في الفصل العاشر نتحدث عن نظام المنظمة الدولية للتقييس international standardized organization يعني بعد الحرب العالمية الثانية أمريكا كانت بتصنع أو قبل كانت بتصنع شغل عشوائي مش كثير يعني يعتمد على نظام الجودة وتطبيقها عشان هيك يعني بعد الحرب العالمية الثانية تقدم كثير من علماء الجودة اللي حكينا عنهم في اللقاء الأول والثاني بيعني آليات معينة اللي يتم تطبيقها في عمليات اللي هو التصنيع من أجل كشف العيوب ومعالجتها لحد ما أجى غيرهم صار يقول بنا نشتر على zero defect أو عيوب صفرية أو بلا عيوب إلا أنه الأمريكان كانوا معنيين في productivity كنمبر في الإنتاج كأعداد وما يهتموا في quantity ما يهتموا في quality في النوعية والجودة فتوجهوا بعد ذلك إلى اليابان وبنذكر إيش حكينا عنهم وإيش كان فيه طبعا صنعوا من نهضة اليابان برغم اللي هي الدمار اللي كان يعني حاصل عندهم آنذا فاهتموا هذه العلماء من خلال اللي هو أنظمة الفحص والتفتيش والمتابعة من أجل طبعا وجود التعرف على إذا كان فيه عيوب قبل ما تطلع هاي السلع إلى الخارج ومعالجتها أولا بأول اهتموا الإنجليز سنة 1970 وأسسوا معهد من أجل اللي هو ما يسمى بالمعهد الدولي للتقييس أو معهد البريطاني للتقييس أنه وضع مواصفات قياسية لإنتاج أي سلعة ربعا أول ما بدوا الأمريكان وغيرهم بدوا في شغلات العلاقة ببعض صناعات توسعت نحو صناعة السيارات والإلكترونيات والصناعات الفضائية حتى توسعت صرنا بنقرأ على أي منتج غذائي أو أي منتج صناعي بنلاقي كلمة الآيزو وبنقول أنه لها رقم معين آيزو 9000 9002 9001 9003 وتسعة تلاف على ألفين هاي أرقام لها علاقة بأصدار ورقام معينة فصار اعتماد سنة 1900 بعد هيك 1987 لنظام الآيزو آيزو سموه رقم 9000 رقم إيش أصله صراحة مش محدد يعني بحثت عنه ليش سموه 9000 إلها فكرة لكن أنا يعني ما قدرت أصل إلها لكن اعتمد رسمي اللي هي المؤسسة الدولية للتقييس 1987 وهاي تعتبر عبارة يعني عن الشهادة من هاي المؤسسة بأنه إعطاء الثقة للمؤسسة المصنعة لهذا المنتج على اختلاف نوعه أنه قام أو هاي المؤسسة قامت بتطبيق اللي هو معايير الجودة بكامل اللي هو نقاطها وليس فقط يعني إلها علاقة في يعني إشي مستندي أو وثائق معين لا هو عبارة عن إنتاج فعليا أنه هذا المنتج مش بس هو حسب ما هو مكتوب ضمن معايير وجيد لا هو يعني منتج بطريقة صحيحة ويستحق أن يأخذ اللي هو الآيزو فالآيزو أي واحد بيأخذ أي مؤسسة بتاخده بتمنح من خلال اللي هي يعني لجنة دولية تتبع لمؤسسة الآيزو هذا له تكلفة ولكن له فائدة في أنه بصير المنتج بتبعك يدور العالم وما فيش عليه أي قلق بالنسبة للمواطن اللي بيستخدم هذا المنتج سواء كان صناعي أو كان غذائي تمام وممكن يعني العالم كله بصير هو سوق مفتوح لهذا المنتج فبيكون فيه فائدة كثير عندنا من المؤسسات حصلت على اللي هو الآيزو والمصانع تمام ومنتجات عمال بتدور العالم طبعا بغض النظر عن الجانب السياسي اللي يعني بيمنع أنه ممكن يكون فيه نوع من الاستفادة في التصدير و يعني إمكانية يكون العالم كله سوق إلنا من بمنتجاتنا وهذه طبعا أمور خارج عن الإطار السيطرة لكن بنحكي كعلم أنه أي شيء يعني منتج حصل على نظام الآيزو بغض النظر عن الرقم اللي رح نحكي عنه لاحقا يعتبر هذا المنتج يقابل المواصفات العالمية اللي وضعتها المنظم العالمي للتقييس فهو آمن وممكن استخدامه بكل ثلاثة طبعا مع تقدم السنوات والأيام صار فيه طبعا اختلافات على نظام الآيزو فكل سنة كان فيه رقم أو كل فترة من الزمن تدخل تحسينات معينة بيتغير فيها الرقم فسنة سنة 2000 صار فيه عنا آيزو 9000 حطوه وسموه 9000 2000 بمعنى انه الآيزو 9000 تم احداث عليه عدة تعديلات وتحسينات وهاز على الرقم 9000 2000 وهي التعديلات يعني فيه شغلات عامة يعني إلا علاقة بالمصطلحات إلا علاقة بالمواصفات إلا علاقة بالتركيز على المواطن أو على الزبون وتحديد إش هو اللي بدو يا ومراجعة المتطلبات بتبعات وأخذ فيدباك منه من خلال اللي هو يعني آليات التغذية الراجعة التواصل المباشر معها صندوق الشركاوي أو أخذ عينات عشوائية من خلال الاتصال وأيضا التركيز على إمكانية التحسين والتحسين المستمر في هذه المؤسسة المصنعة التغيير في المتطلبات المتعلقة بإعداد الإجراءات والاحتفاظ بالسجلات الجودة كلها إلها علاقة يعني بمعايير جودة وإلها علاقة بدورات مستندية داخل المؤسسة نفسها والحفاظ عليها ظهور عنوين جديدة زي حاجات الزبون ومتطلباته التواصل مع الزبون قياس الرضا اللي حكينا عنها سابقا ومن ضمن الأمور اللي أضافوها في الآيزو 9000 للتركيز على مسؤولية الإدارة تجاه تأمين الموارد وتخصيص الموارد وحق الملكية الفكرية إعادة مراجعة الوثائق الاهتمام بالجوانب الإحصائية بما يحقق يعني لما لها أثر إيجابي في تطبيق الجودة مجال الشهادة في عنا آيزو 9001 9002 9003 وهذه طبعا يعني اختلافات عن آيزو 9000 9000 هي الشهادة بشكل عام أنه المنتج هذا يعني حاز على رضا المواطن حاز على رضا المواطن لأنه حقق له اللي بدو إياه الرغبة اللي بدو إياها المواطن أو الزبون بالإضافة لأنه المنتج تم إنتاجه بطريقة فعالة إذن آيزو 9001 بنقول أنه في عندي المواطن أو المتلقي الخدمة أو الزبون أخذ اللي بدو إياه حسب رغبته 2 أنه ضمان أنه هذا المنتج تم إنتاجه بطريقة فعالة 9001 و2 و3 بقولوا بطلوا يهتموا فيهن كتير طبعا فيه شغلة إلا علاقة بمؤسسات قائمة على التفتيش والمتابعة إلا علاقة بمؤسسات يعني ما طبقتش كافة البنود ناقص بند معين بتاخد 9001 مؤسسات 9002 إنه مؤسسات بتعمل في مجالات صناعية دون غيرها هاي طبعا مش كتير مهمة بالنسبة إلنا وحتى دحضوا الفكرة هذه صاروا بيعتمدوا على 9000 وشحط 2000 عفوا إنه 9000 حقق المراد تمام حسب رغبة المواطن اتنين يشغل بطريقة فعالة وإيجابية رمز 2000 إنه وفق التعديلات اللي تم الإجراء عليها في سنة 2000 التدقيق هو عملية منظمة مستقلة تقوم على تحديد ما إذا كانت فعاليات الجودة يتم تطبيقها وفق ما هو مطلوب ولا لا بمعنى إنه يعني هل في فجوة ما بين الواقع وما بين المطلوب ولا لا وهي بتكون عملية منظمة ومستمرة بشكل دائم فيه ثلاث أنواع تدقيق الطرف الأول أو التدقيق الداخلي وهي بتقوم فيه المؤسسة من خلال فريق مدرب عندها على اللي هي إجراءات التدقيق يعني للتأكد من مدى فعالية وكفاءة الإنتاج اللي بيقوموا فيه حتى يتم إعطاء الثقة بالفريق اللي بيشتغل وبيقدم الخدمة للإدارة من أجل طبعا التسويق بعد هيك وهي بتساعد فيه التعرف على الفشل الداخلي اللي شرحنا قبل هيك في حال وجود أي خلال في المنتج قبل تسويقه أو أنه يصل للمزبون أو المواطن اثنين تدقيق الطرف الثاني وهذا بتقوم بالمؤسسة على الموردين وهذا بتقوم من خلال شركات وسيطة يعني متعاقد معها للحصول على خدمة معينة بيقوم بموجبها إنه هاي الشركات اللي بنتعامل معها يعني متلقية للخدمة بتقوم بعملية التدقيق ومدى التأكد من فعالية اللي هو المنتج العمال يبين شغل فهذا بسموه تدقيق الطرف الثاني اللي ممكن يكون يعني شركة مصنعة أو شركة تسويقية أو إعلانية على سبيل المثال بتيجي تتأكد من مدى اللي هو مطابقة المواصفات حتى يعني تقوم بعملية الإعلان أو التسويق والتوزيع تدقيق الطرف الثالث بتقوم بجهة مستقلة عن المؤسسة وهو التقييم اللي بتقوم فيه مؤسسات دولية من أجل منح الآيزو يعني أعلى مستوى اللي هو تدقيق الطرف الثالث اللي بيكون من خلال مؤسسات دولية والمؤسسات الدولية هذه بتمنح اللي هو شهادة الآيزو أنه هاي الخدمة أو هاي السلعة تقابل ما يرغبه المواطن وقد تم إنجازها بفاعلية عالية ويعني يتم إعطاء الآيزو بمعنى اللي هي الثقة للمنتج ليكون عالميا موافق اللي هي المواصفات العالمية مراحل التدقيق التخطيق والتحضير والأداء ومن بعد ذلك المتابعة وإعطاء التقارير طيب أي آيزو فيه عندنا عشرين بند عشرين بند العشرين بند هاي بتم مراجعتها من خلال اللي هي منظمة التقييس العالمية أو الدولية اللي هي الآيزو من خلال عشرين بند أول واحدة المانجمنت رسبونسبيليتي أو مسؤولية الإدارة إنه الإدارة واضح أنها تدعم نظام الجودة وتطبيق معايير الجودة والتحسين والتحسين المستمر اثنين الكواليتي سيستم أو ما يسمى بنظام الجودة وهذا نظام يتألف من مجموعة من الوثائق التي تدلل على وجود نظام إداري يدعم تطبيق معايير الجودة ووجود هيكل أيضا إداري ضمن الهيكلية الإدارية للمؤسسة قائمة على تطبيق معايير الجودة مراجعة العقد أو ما يسمى بالكونتراكت ريفيو وهذا طبعا من خلال يعني وجود شخص مسؤول يتم التواصل معه في حال طبعا اللي هو يعني تلبية حاجات الزبائن من مراجعين أو من موردين أو من شركات إعلانية وما إلى ذلك أنه بيكون ضمن الجسم الإداري شخص هو مسؤول عن عملية اللي هو التواصل والتحاقدات وما إلى ذلك أربعا design control أو ما يسمى بضبط التصميم وهنا من خلال تحديد شخص معين مسؤول عن عملية التصميم وال designing للمنتج نفسه منذ الخامس ضبط الوثائق والبيانات data and document control أنه عندي نجاح ونظام مكتوب وواضح ومعمول به في كيفية التعامل مع البيانات والوثائق اللي موجودة في كيفية ترميزها وحفظها واعتمادها واستردادها وفي حال اللي هي الحاجة إليها ضبط الشراء أو ما يسمى بالbear هذا من خلال طبعا وجود نظام موثق وموضح في كيفية هاي المؤسسة بكيف تقوم بتأمين الموارد بتبعتها والمواد الخام ومستلزماتها من خلال آلية مضبوطة وكيفية عملية الاستلام ومن خلال محاضر ضبط على سبيل المثال إنها بتشتري أو بتعلن من خلال اللي هو الجريدة الوطنية إنه هي بحاجة إلى مواد معينة هاي يعني شغلات يجب أن تكون واضحة وموثقة ومكتوبة البند السابع ضبط المنتج المورد من الزبون وهذا يجب مراعاة إنه هالمنتج اللي احنا بناخده من الزبون تمام وبددخله ضمن اللي هو تحت مضلة المؤسسة بتبعتنا إنه يراعي كافة النقاط اللي بتهتم فيها المؤسسة نفسه المنتجة والمصنعة إنه يتماشى مع كافة ضوابطها المطلوبة التي تحقق الجودة والنوعية العالية ضبط العمليات عفوا تعريف المنتج وتتبعه وهذا من خلال وجود طريقة تعريف للمنتج يعني في عنا نظام الباركود اللي موجود على كافة المنتجات اليوم والصفحات حتى مواقع تمام وعلى البرامج التطبيقية هذا ما بيسمح فيها نوع من التلاعب ونوع من اللي هو وجود الخطأ فبكون هذا المنتج تابع اللي من خلال رمز معين برقم معين ما بيكون فيه نوع من اللي هو التلاعب أو الدخس اللي ممكن يكون فيه نوع من الخلال ضبط العمليات أو البروسس كنترول وهذا من خلال وجود طبعا اللي هو نظام يعني متابعة إجراءات وضوابط شروط العمل ومتابعة تحقيقها والتأكد من أن الموظفين والعاملين بيقوموا ب يعني ضبط العمليات كفق ما هو مخطط له بندر عاشر التفتيش والفحص الانسبكشن وهذا بدي يقوم على عمليات الشراء عمليات الصناع عمليات التصنيع عفوا عمليات التخسين والحفظ والتوريد والبيع وما إلى ذلك في أنه هذا يعني التفتيش والفحص أنه هاي العمليات كلها تقوم وفق ما هو موثق له حسب المعايير الدولية وميدانيا بالفعل يتم الحفظ والتخزين والشراء والاستلام والبيع وما إلى ذلك وفق أجراءات سليمة وهاي تحققها عمليات الفحص والتفتيش 11 ضبط معدلة أو معدات التفتيش والقياس والفحص وهاي طبعا تعتمد على طبيعة اللي هي يعني المعدات اللي بدي يقوموا فيها يعني في عندي كشف دوري للمكان وللآليات اللي موجودة وفي عندي خطة صيانة مستمرة ومعيرة تمام كاليبريشن للأجهزة وللأدوات بشكل دائم ومستمر رقم 12 حالة التفتيش والفحص وفحص وهاي يجب تحديد حالة الفحص بمعنى انه والله في عنا فحص شتوي في عنا فحص اسبوعي في عنا فحص سنوي تمام اي كان ومن خلال وضع على سبيل المثال ملصق انه تم الفحص ووضع تاريخ على الفحص اللي موجود حتى يتم بعد هيك اللي هو يعني الفحص الدوري ويعادة الفحص في اوقات ثانية البند المتحدث عن ضبط المنتجات غير المطابقة control of none conforming product يجب ان يوجد جراء اجراء معين محدد ومكتوب وواضح لكافة المنتجات الغير مطابقة للمواصفات في كيفية اللي هو عزلها واما التخلص منها او اعادة تدويرها وهذا يجب ان يكون يعني واضح مستنديا وواضح ميدانيا لاجراءات التصحيحية والوقائية يجب ان يتم تسجيل كافة الاجراءات اللي بيكون فيها نوع من التصحيح او الوقاية لمنع وجود المشكلات والاجراءات التطبيقية الخاطئة في حال احنا مقول منع او تصحيحي في حال ان احنا بنحكي على اجراءات تم اكتشافها بطريقة خاطئة او تصنيع خاطئ او اجراءات خاطئة في كيفية عملية اللي هو التسجيل واجراءات اللي هو التصحيح لهذه الاجراءات الخاطئة من خلال طبعا تحديد اللي هم ايضا الفريق المسؤول عن هذا الامر البند 15 التداول هاندلينج استورج التخزين باكينج او باكيجينج التغليف والحفظ بريزيرفاشن ان ديليفري والتسليم وهذا البند يعني يبدأ من بداية اللي هو توزيع او بيع او تصريف المنتج بشكل عام وهذا من خلال طبعا عمليات اللي هي مدونة وموثقة مستنديا في كيفية عمل الحفظ والتخزين والتغليف والاستلام والتسليم والتداول لكافة المنتجات من توريد ومن تصدير ايضا ضبط سجلات الجودة control of quality records وهذا من خلال وجود نماذج يعني متفق عليها عالميا هاي تحقق متطلبات الجودة تكون موجودة وإلها طبعا تأريخ معين ووقت معين وشخص محدد مسؤول عنها ومراجعات هاي تعتبر يعني سواء بتكون لازمة ميدانيا ولازمة مستنديا التدقيق الداخلي للجودة الانترنال اكواليتي اودوتينغ وهذا من خلال طبعا اللي قلنا عنه الاكتشاف الفشل الداخلي انه في عندي مشرفين ميدانيين بيقوم بمتابعة المنتجات اولا بأول في عمليات اللي هو التصنيع والتخلص في حال وجود اي منتج ممكن يكون في خاطئ او في اجراءات خاطئة بيقوم بعملية اللي هي التصحيح من اجل طبعا اللي هو يعني عدم انتاج منتجات خاطئة او منتجات تم تصنيعها بطريقة غير صحيحة وغير سليمة قبل طرحها في السوق اللي ربما تؤثر على اللي هو المؤسسة نفسه وتؤثر ايضا على المستهلك نفسه وهذا طبعا من خلال وجود فريق مدرب وممكن يكون من خارج المؤسسة بالاضافة الى فريق داخل المؤسسة التدريب وهذا يعني يجب ان يكون من ضمن الاساسيات الموجودة في هذه المؤسسة المصنعة قائم على عمليات اللي هو التعليم والتدريب سواء الكادر الفني او الكادر الاداري بما يحقق اللي هو يعني الاستزادة المعرفية والعلمية والبحثية فيما يتعلق بمواضيع اللي هو التصنيع نفسه حسب نوع اللي هو المصنع وهذا يعزز ويؤكد ويبرهن وجود وتطبيق معايير الجودة البند القبل الاخير الخدمة او السيرفيس وهي الخدمة ما بايع من خلال متابعة المنتج في السوق ومدى رضا المواطن ويعني ايش الاعلام بيقول عنها من خلال اجراءات الفيدباك اللي بنقول عنها اللي هي التغذية الراجعة اللي ممكن نحصل فيها على رأي المواطن ونعدل حسب ما هو بده او انه احنا نحافظ على الرضا اللي موجود ونبني على الرضا بطريقة اكثر وافضل من خلال اللي هو اجراءات تطويرية الطريقة اللي او عفن النقطة الاخيرة ضمن المعايير العشرين للمؤسسة الدولية للتقييس او المعيرة الطرق الاحصائية الستاتيستيكال مثودز وهذا طبعا بحاجة الى وجود ناس اخصائين في المجال الاحصائي بيعطوه المؤسسة الرؤية عن طبيعة اللي هو الخدمة بتبعتها التكلفة بتبعتهم قديش امكانية اللي هو يعني الكميات اللي احنا عمال بنصنع فيها مدى الرضا المواطن عن الخدمة من خلال طبعا اللي هو التسويق تصريف الكميات او عزوف الناس عن الكميات تمام وهذه بتعطيني اللي هي رؤية عن الوضع المالي والتحسين والتحشيد المستمر من خلال استخدام برامج تطبيقية احصائية بتحدد لي وبتعالج لي كل شيء له علاقة بالمنتج وتكلفة المنتج وكيفية اداء المنتج وتصريف المنتج في السوق ومدى قبوله او مدى اللي هو رفضو هاي هي النقاط المتعلقة في الفصل العاشر اللي تحدثنا فيه عن عملية التقييس او ما يسمى بالايزو الفين او الايزو بشكل عام اللي هو المؤسسة او المنظمة الدولية للتقييس اللقاء القادم الاقيس سنتحدث فيه عن لجان المستشفيات في الفصل الحادي عشر ان شاء الله دعائي لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته